أيضا هناك تصريحات لوزير دور الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي يصرف ويقول ليس هناك ما يشير إلى أن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تشهد تقدما لأن موسكو غير جادة بحسب تصريحات الأمريكية هل الأمر كذلك؟ أول يعني لا يكون الأمر بهذه الشكل وإلا ما كانت استمرت المفاوضات حتى الآن لكن بالتأكيد الجانب الأمريكي يريد أن يعطي رسالة إلى روسيا بأنه غير راضي على مستوى المفاوضات حاليا وهو بالتالي غير مستعد أن يخفف من ضغوطها على روسيا وخصوصا الضغوط الاقتصادية في ضوء مسار المفاوضات الحالي إذا لم تبدي موسكو مرونة حقيقية وثابتة واعتراف بإرادة الشعب الأوكراني ورفض مبدأ الاحتلال لن تخف العقوبات الغربية عليها وهذا أعتقد هو الرسالة التي تريد أن يوصلها بلينكين إلى موسكو ترجمة نانسي قنقر